اشتركوا في القناة حول الصحة دوليا عمال الانقاذ لا يعثرون على ناجين في غرفة المنجم المغمورة بالمياه من مقدمة النشر لتفاصيلها اهلا بكم رعى معي رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد رعى الصباح اليوم الاربعة فعاليات اطلاق الندوة الوطنية لاصلاح المنظومة الصحية في البلاد وقالت هذه المناسبة بحضور عضاء الحكومة من بينهم وزير الصحة الدكتور احمد روبلي عبد الله ومشاركة ممثلية الشركاء الفنيين والماليين بوزارة الصحة بالاضافة الى موتلية المجتمع المدني وتهدف الندوة الصحية الى تحقيق الاصلاحات الهيكلية والضرورينية للنظام الصحي من اجل مستقبل صحية هذا وتولت تولي الحكومة الجيبوتية على رأسها رئيس الجمهورية متمثلة عبر وزارة الصحة اهتماما خاصا فيما يتعلق بترقية وتحسين النظام الصحي في البلاد وقد اعتمدت بلادنا في ظل هذه الديناميكية اطارا استراتيجيا للتنمية الصحية وقد اعتمدت بلادنا في هذا الاطار خطة رئيسية مدتها عشر سنوات لتنمية الحقل الصحي وتقدر الاشارة الى ان التدابير التي تم اتخاذها على الصعيد الصحي العام وتوفير الادوية واللقاحات ادت الى تراجع حاد في معدل وفيات في مناطق كثيرة من التراب الوطني ممثلة منظمة الصحة العالمية اشادت بالجهود التي تبدلها الحكومة الجيبوتية من اجل تعزيز النظام الصحي في البلاد توفر الندوة الصحية فرصة حقيقية لدمج هذه التطورات العلمية في سياسات والاستراتيجات مختلفة للحكومة لتحقيق هداف تنمية مستدامة لقد اثبتت العقود الماضية ايضا ان الصحة ليست عمل وزارة معنية فقط وانا متأكدة من ان المسرحيات التي رأيناها لتو توضح ذلك جيدا ان مكافحة ملاريا كما هو الحال هنا في جيبوتي هي خير مثال ودليل على ذلك كما رأينا فانا عمال الصرف الصحي وعمال الصرف الصحي العامة والحصول على مياه الشربي والوصول الى المعلومات والتغذية الجيدة والطعام الجيد هي ايضا ليست اكثر اهمية من تشخيص المناسب والعلاج الفعال للمرضى الذين يعانون من المرض ولذا نهنن الحكومة الجيبوتي على تنظيم اشغال ندوة بدورها اذا عبرت نائبة رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي عن سعادتها للمشاركة في هذا الحدث الوطني الهم فيما يتعلق بالغطاء الصحي انه لا شرف عظيم لي ان اكون هنا معكم هذا السباح للمشاركة في هذا الحفل لطلاق ندوة صحية على الرغم من التقدم الملحوظ الذي حرزه ندام الصحي في بلادنا فان العديد من المشكلات الرئيسية تشكل تحديات كبيرة يجب مواجهتها وهذه فرصة لنا جميعا الجهات الفاعلة متعددة القطاعات بهدف التفكير معا وإيجاد توصيات ومقترحات لازمة لتحقيق ندام صحي أكثر مرونة وإنصافا وتعزيزا سيدي الرئيس الوزراء السيدات وسادة إن تفكير الجماعي الشامل وإعطاء السكان صوتا مباشرا على وجه الخصوص للنساء وخاصة النساء الفتائيات هو بلا شك أحد المراحل الأساسية في بناء ندام رعاية الصحية في المستقبل يشكل الاختراع والحماية والتعزيز وحماية صحة الأم والطفل محورا ذا أولوية في عمال اتحاد الوطني الجيبوتي برئاسة سيدة الجيبوتي الأولى رئيسة الاتحاد الوطني لنساء الجيبوتي السيدة خضر محمود حيد وذلك بدعم من شركات سنمية وزارة الصحة تنفذ منظماتنا العديد من الإجراءات لمكافحة وفيات الأمهات والردع وسوء تغذية الأطفال ومكافحة فيروس نقص المناع البشرية والسلوك المعارض للخطر بين المراهقين والشباب ومكافحة الأوبئة الثلاثة من جانبه أشارة وزارة الصحة الدكتور أحمد روبلي عبدالي في كلمة الله لأن دغم الصحي في جيبوتي قاد تطور على جميع المستويات منذ عام 1999 وشكرة وزارة الصحة رئيسة الجمهورية سيد سمع العمار إغيلي على دعمه المستمر من أجل تنظيم الشغال هذه الندوة تهدف هذه العملية هي الأولى من نوعها في جيبوتي إلى تحديد الإصلاحات اللازمة للتحقيق التقطية الصحية الشاملة وسوف تمر هذه الندوة من خلال التفكير والحوار مع النقاش واسع بين قطاع الصحة على مستوى العالم والمجتمع المدني إن خارط الطريق وزارة الصحة تسعى إلى تنفيذ السياسة الصحية من خلال الضمان وتعزيز الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية الجيدة للسكان ولرد بشكل أكثر فعالية على هذه المهمة النبيلة لطالما أظهر رئيس الجمهورية الحاج إسماعيل عمار إغيلي الصحة كأولوية في سياسة حكومته وهو ملتزم بطمان حصول جميع الإخوان المواطنين على رعاية صحية جيدة لذا فإن هذه الندوة هي استمرار لأعمال رئيس الجمهورية الذي كان يستمع دائما لشعبه رئيس الوزراء السيدات وسادة أود أن أشيره إلى أن جمهورة جبوتي لديها نظام صحي هرمي يقوم على نهج الرعاية الصحية الأولية لتحقيق الصحة المثلى للجميع في كل مكان ومن هذا المنطلق تدور نظامنا صحي وفقاً لمستويات الهرم الصحي المختلفة بين عامي 1999 و2022 وزاد عدد المركز الصحية الريفية من 18 إلى 43 مركزاً صحياً والعيادات الشاملة من 8 إلى 15 عيادة لذلك تم التجيل عن تقدم كبير في عرض الأطباء من جميع الفئات المجتمعية والذي تضاعف عملياً أربع مرات إن جمهورية جبوتي مصممة على أن تصبح بلداً يتمتع فيها جميع السكان بصحة جيدة ومنتجة اقتصادياً واجتماعياً ويتمتعون بإمكانية الوصول الشامل إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة وأود هنا أن أعبر كل امتناننا لرئيس الجمهورية على دعمه لتنظيم هذه الندوة الصحية دولة رئيس الوزراء السيد عبدالقادر كامل محمد عبر عن استعداده للعمل مع القهات المعنية من أجل تحقيق أهداف وزارة الصحة المثمثلة في تعزيز النظام الصحي في البلاد إنه من دواع السرور أن أشارك في حفل إطلاق أشقال الندوة الصحية التي ستنعقد في جميع أنحاء التراب الوطني وتنعقد هذه الندوة الأوسع ومتعدد الاتجاهات من سابقاتها التي عقدت في عام 2009 في السياق استمرار كوفيد-19 شهد نظام الرعاية الصحية لدينا بالتأكيد تحولات كبيرة في العقود الأخيرة مثل العديد من البلدان الإفريقية تمر جيبوتي بمرحلة حرجة من تحولها الوبائي والنتيجة لذلك نحن نعلم وجود عبء ثلاثين من أمراض المعضية وقير المعضية والسلوكية الاجتماعية هكذا ستفهمون كل التحديات التي يجب أن تواجهها الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية وهذا يفرض علينا أولويات ومن بين كل هذه الأولويات سحة السكان وهي حجر الزاوية في التنمية المتناسقة لمجتمعنا وهي مزدر قارق دائم لرئيس الدولة وهذا أيضا ما يحفز إجراء مثل هذا التفكير للسماح بتحقيق أعلى مستوى من السحة للجميع إلى حد من معدلات الأمراض والوفيات ولا سيما الأمهات والرضع وتحسين العرض والطلب على جوزة الرعاية الصحية وتوسيع تغطية الصحية الشاملة وتحسين الحوكمة والتميل النظام الصحي يمكننا أن نفخر بإدخال التأمين الصحي الشامل والذي كان أحد الاستجابات الرئيسية لهذا التحدي المجتمع المدني والجمعيات المجتمعية والقطاع الصحي الخاصة والمؤسسات العامة وشهر العامة بفتل عن هيئة المنشئة التي اعتادت تقديم مساهمتها في مختلف الخطة الوطنية للتنمية الصحية في جيبوتي وبالتأكيد ستكون الندوة قادرة على الخروج بأفكار جديدة ما زلت مقتنعا بأن تحسين نظامنا الصحي لا يعتمد فقط على الطب العلاجي ولكن يجب إعطاء السدارة للوقاية والتعزيز الصحة وينبقي أن نرى العيادات الشاملة والهياكل الصحية الإقليمي أيضا ويعادة التحديد دورها بحكمة لتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية وفتح المستشفيات للمستوى الثالث استقبل رئيس مجلس النواب سيد محمد علي حمد اليوم في مكتبه السفير الباكستاني الجديد المعتمد لدى بلادنا سيد شهيد علي شيهالي وبحث القانبان العلاقات الوخوية المثينة التي تربط بين البلدين الشقيقين والسبب الكفلة لتفعيل جميع البرامج التنموية بين الجانبين كما تطرق إلى أفاق التعاون الثرعي والمشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية وعبر رئيس البرلمان عن سعادته البالغة لاستقبل السفير الجديد وتمنى له التوفيق والنجاح في تأدية المهام الديبلوماسية الملقاة على عاتقه كما استقبل رئيس مجلس النواب سيد محمد علي حمد صباح اليوم السيناتور إيفلين السيناتور الذي يمثل الشعب الفرنسي المقيم خارج فرنسا وذلك في طار زيارة رسمية الجانبين إذن تطرق حول العلاقات الثنائية بين البلدين والمؤسستين البرلمانيتين وسبل ووسائل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون كما ركزت المناقشات حول تطوير مستوى التعاون بين برلمان جيبوتي ومجلس الشوخ الفرنسي وتطرق رئيس الجمعية الوطنية حول الدور البارز الذي تلعبه مجموعة الصداقة البرلمانية للمساهمة في أواصر التعاون بين البلدين والصديقين تسلمت جمهورية جيبوتي مؤخرا كمية كبيرة من منتجات التنقيب الآثرية من فرنسا وتم إرسال هذه المنتجات من الحفريات الأثرية التي وجرت في جيبوتي لمدة أربع عقود إلى فرنسا بموافقة جيبوتي لإقراء الدراسات والحفاظ عليها في الجامعات والمختبرات الفرنسية بما في ذلك تولوز ومنذ انشاء هيكل الحفاظ في جيبوتي قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي إعادة جميع منتجات الحفريات التي وجرت في جيبوتي والتي تشكل التراث الوطني للبلاد هذا وتم تسليم هذه المهمة إلى البعثة الآثرية الفرنسية في جيبوتي بإدارة جي سي وأيضا بإدارة معهد البحث الآثرية في جيبوتي بقيادة الدكتور صالح هذا وقام وزير التعليم العالي البحث العلمي دكتور نبيل محمد أحمد بزيارة مستودع المنتجات الآثرية التي أعيدت من فرنسا حيث كان الوزير خلال الزيارة برفقة ممثلية شركة ومدير مركز البحث والدراسات الوطني ورئيسة البعثة الآثرية الفرنسية في جيبوتي سيدا جي سي بحضور مسؤولي وزارة التعليم وطلع الوزير الوفد المرافق له خلال الزيارة إلى بعض المنتجات الآثرية التي جاءت وعيدت من فرنسا وذلك عند فتح الصناديق وتتكون هذه المنتجات من بقايا حفريات لعناصر من الحيوانات الأحفورية المنقارضة بالإضافة إلى الأفيال والتماسيح والزرافات التي يعود تاريخها إلى أكثر من مليون عام محفوظة في أماكن مختلفة وفي مداخلة أدلى به كل من مدير محهد الأثار والأثار سيد صالح زكريا الشيخ إبراهيم ومدير البحث الدراسات الشادة بعلاقة الصداقة القائمة بين جيبوتي وفرنسا وقال سيد الدكتور الصالح زكريا أود أولا أن أشيد بالعمل الرائع الذي أنجز من قبل المعنيين فيما يتعلق بهذا المشروع أود أن نقول أن هذا المشروع في أيدي قيل البحث العلمي وهم جاءوا إلى هنا لتعزيز الشراكة والعمل مع مركز الدراسات والبحث العلمي المعروف بإيغاة أيضا مع محد البحث الأثري والتاريخي وعلى رأسهم على رأسهم وفد أهم من المبعوثين وإذن قال نحن هنا اليوم لتنفيذ هذا المشروع إن عشرات الشباب قاموا بإنجاز بهذا المشروع وذلك بفضل الدعم المقدم من قبل وزير التعليم العالي والمدير العام للساقد هذا المشروع لم يرى النور إلا بفضل تعاون المختلف بين مختلف المسؤولين منذ عدة سنوات وعندما رأيت هذا المشروع في الثالث من مايو فقررنا تعزيز جهودنا مدير الساقد قال هو الأخير بدوره نني سعيد لمستوى الشراكة القائمة بين الوزارة وبين فرنسا وقد استفاد الشباب من دورات تدريبية ولدينا الدعم من شركائنا في مدينة تولوز الفرنسية وللحفاظ على هذه الآثار وذلك كما قال الوزير لا بد من العمل بغية المحافظة على هذا الارث وعلى الآث الارث الوطني خاصة لا بد من مواصلة عملية الاكتشاف والعمل ولدينا مهمة صعبة أمامنا فيما يتعلق بالثراث الوطني وذلك على مستوى التراب الوطني بهدف اكتشاف العديد من الآثار وأتمنى أن يعزز هذا التعاون جهودنا في المجال العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل محمد أحمد فأشاد بعلاقات الصداقة بين فرنسا وقال أن بلادنا تقوم بتدريب الشباب في المجال الآثري وذلك من أجل الحفاظ على الثراث الوطني وإن التعاون المثمر بين الدوائر العديدة المتنوعة والجهة المعانية أدت إلى العمل بهذا القيام بهذا المشروع أود أن أشيد بالعمل الرائع وقهود فخامة رئيسة القمهورية السيد اسماعي العمار ومنذ أن أعينت وزيرا طلبا مني أن أعزز الأثار الوطنية والإرث الوطني وأن نعرض ونحفظها في المتحف وعندما زار الرئيس الفرنسي جيبوتي فتعززت الشراكات أو تمت عزيز التعاون في هذا الإطار وماذا ينتظر من هذا التراث ينتظر أولا الحفاظ عليه وفي هذا الإطار قمنا في تأهيل بعض الشباب فعطينا الفرصة عبر مدير السيغد المعروف بمركز الدراسات والبحث العلمي ومدير الإغاة وهو معهد البحث الأثري والثاريخي من أجل تشقيع الشباب واكتشاف الشباب مؤهلين وأن الدورة التأهيلية هي من أولويات جيبوتي وذلك قمنا في تنظيم دورات متعددة بالتعاون مع جامعة تولوز وذلك من أجل الحفاظ على هذا الإرث واليوم يجب على المواطنين الجيبوتين معرفة تاريخهم وتاريخ أقدادهم في إطار برنامج التمويل الصغير للصندوق البيئي العالمي يشارك وزير البيئة وتنمية المستدامة السيد محمد عبدالقادر موسى والممثلة في البلاد المقيمة لبرنامج المتحدة الإنمائية سيدة إيما نغوان أنوه شاركان في فوندوغ شارتان في حفل توقيع الاتفاقيات التمويل الصغيرة لصالح 16 جمعية إقليمية تنفذ مشاريع بيئية داخل المناطق الداخلية الخمسة لجيبوتي ويهدف هذا البرنامج إلى دعم المجتمعات في مبادراتها الخاصة لضمان سبو العيش مستدامة وتحقيق أيضا فوايد شاملة للبيئة ويعد هذا البرنامج برنامج مؤسسي تابع لمرفق البيئة العالمية ينفذه برنامج المتحدة الإنمائية بالتعاون مع مكتب المتحدة لخدمات المشاريع في جميع نحاء العالم تضم البرنامج حاليا أكثر من 14.500 مشروع في أكثر من 125 دولة منذ عام 1972 وفي جيبوتي دعم البرنامج أكثر من 54 مشروعا منذ عام 2013 من خلال توفير الدعم المالي والثقن المشاريع التي تحافظ على البيئة وتحسن من رفاهية المواطنين وسبو العيش الأهلي هذا ورحب وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد محمد عبد القادر موسى بحفل التوقيع على هذه الاتفاقيات لتمويل المشاريع الصغيرة للصالح 16 جماعية إقليمية تنفذ مشاريع بيئية في مجمل المناطق الداخلية ونوها قائلا فإن هذه البرامج لتمويل المشاريع الصغيرة التي تنفذه الوزارة منذ عام 2007 بالتعاون مع الشركاء آخرين غير برنامج المتحدة الإنمائية يأتي لتمويل مشاريع جميع الجمعية الصغيرة التي تعمل في مجال تنمية حماية البيئة وبذلك نقوم بتقديم ومساندة جميع هذه الجمعيات التي تعمل على حماية البيئة كما أشرنا لاحقا وأيضا التكيف مع تغير المناخي وسنقدم ما يتطلب احتضنا فندوق شاراتان جبوتي حفل توزيع جوائز ومكافآت للفائزين في المسابقة التي نظمت ضمن أنشطة وفعاليات شهر رمضان المبارك المنصر وقرت هذه المناسبة بحضور وزيرة الشباب والثقافة الدكتور رهيب ومؤمن عسوي وسفير قطر وعمدة مدينة جبوتي والبرلمانيين والمنتخبين المحليين إلى جانب مدير عام الوكال الوطنية لدوية الاحتياجات الخاصة ومدراء مراكز التنمية المجتمعية ومسؤولين آخرين وفي مداخلة لمدير عام الوكال الوطنية لدوية الاحتياجات الخاصة قدم شكره وامتنانه لوزيرة الثقافة والشباب على الدعم المستمر الذي تقدمه لصالح دوية الاحتياجات الخاصة والشباب من أجل الوصول إلى التكامل الاجتماعي والاقتصادي وفي ختام المناسبة تسلم جميع الفائزون على الجوائز المتنوعة وذلك من قبل مسؤولين المشاركين في الحفل هذا وفي كلمة لها رحبت وزيرة الشباب والثقافة الدكتورة هيبو مؤمن عسوي بنجاح الفعاليات التي نظمت طوال شهر رمضان المبارك من خلال مراكز تنمية المجتمعية بالعاصمة جيبوتي والمناطق الداخلية وصلتت الوزيرة الضو على الدور الأساسي لمراكز التنمية المجتمعية بهدف صياغة أليات تعزز القيمة الجمهورية الوطنية المتمثلة في تعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي وأكدت الوزيرة عن استعدادها لدعم جميع المبادرات التي تنظم مثل الانشطة التي شهدها شهر رمضان المبارك كما قدمت تهانيها الخالصة لجميع الفائزين الذين جاهدوا من أجل تحقيق تطلعاتهم ومالهم كما عربت سيدة هيبو عن خالة شكرها لشركاء التنمية على دعمهم المستمر عزيز المشاهدين حانا الآن معدادا صلاة المغرب بحسب التوقيت لمدينة جيبوتي أبا الله صلى منكم ومن إن شاء الله تعالى زي المشاهدين نواصل ما تبقى من النشرة توقه أكثر من 10400 طالب وطالبة من الصفة الخامسة الابتدائي صباح اليوم إلى مراكز الامتحانات في عموم التراب الوطني لخوض اختبارات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي المعروفة باختصار بوتي وقد اتخذت السلطات التعليمية كافة الترتيبات الضرورية لضمان إقراء هذه الامتحانات في أجواء مواتية في مقمل مراكز الامتحانات البالغ عددها 70 مركزا وذلك بحسب وزارة التربية الوطني والتكوين المهني وللوقوف على حسن سير هذه الامتحانات التي يخوضها طلاب وطالبة الصف الخامس من التعليم الأساسي قامت المفاتيشية العامة للتعليم برسال وفد رفيع لمستوى من أجريغرا جولة تفقدية قادتها أقل العديد من مراكز الامتحانات في مدينة جيبوتي بحضور عدد من المستشارين ومكنت هذه الجولة لوفد المفاتيشية وعضاء الوفد من الاطلاع قرب على الإجراءات المتخذة لإنقاح هذه الاختبارات وفي نهاية هذه الجولة أبدت المفاتيشية العامة عن ارتياحها للتنظيم الجيد للاختبارات والحضور التام للمعلمين المعنيين بمراقبة هذه الامتحانات في إطار مشروع دعم النساء والشباب في مقال ريادة الأعمال نظم مركز القيادة وريادة الأعمال نظم اليوم الأربعاء ورشة عمل حول كيفية إنشاء جماعية متخصصة في مقال الفندق بالجيبوتي وذلك بتعاون مع شركة أو أس الدولية والمكتب الوطني للسياحة في الجيبوتي وغرفة التجارة الوطنية في فندق كامبيسكي بلاس وأشارك في هذه الورشة النائب الأول رئيس غرفة التجارة الجيبوتي ومسؤولة برنامج التنمية القطاعية في مركز القيادة وريادة الأعمال ومثلت مديرة دائرة التنمية والتطوير لدى المكتب الوطني السياحة في الجيبوتي والجدير بالذكر أن هذه الورشة تندرق ضمن الخطة الرئيسية لسياحة المستدامة في الجيبوتي والهدف الرئيسي هو إذن إنشاء جماعية ستكون على المدى الطويل قادرة على تسهيل سياحة في الجيبوتي إلى منطقة أبوخ حيث أقام مجمع الرحمة التنموي في مدينة أبوخ الخميس الماضي الحفل الختامي للأنشطة المدرسية بالمجمع الذي جرى تدشينه وذلك بمشاركة مدير المجمع الأستاذ حمد رقب سيد ومثلين لسلطات المحلية ووزارة التربية الوطنية وتكوين المهان والعديد من الوجهاء والأعيان والطلاب والطالبات إلى جانب مثلين للمنظمات الخيرية العاملة في الإقليم وتخللت المناسبة التي داب مجمع الرحمة في الإقليم على تنظيمها سنويا في مثل هذا الوقت العديد من الفقرات الفنية المتنوعة كالاناشيد والمسرحيات والععاب الشعبية التي قدمها طلاب هذا الصرح التعليمي الشامخ الذي يسهم في الجهود التي تتطلع بها وزارة التربية الوطنية والتكوين اللامهاني لتوفير تعليم جيد لأبناء المنطقة خصوصا شريحة ليتام هذا وتوج الحفل بتكريم المعلمين والعملين والطلاب والطالبات في المجمع لتميزهم في العمل والانشطة خلال العامة الدراسية الذي أشرف على الانتهاء وذلك قبل زيارة تفقدية لمعرض منتجات الورش المهنية ومشغل الخياطة والتطريز وتقدر الإشارة إلى أن جمعية الرحمة العالمية الكويتية قد افتتحت مجمع الرحمة التنموي في أوبخو الذي قيم المجمع الذي يعد نموذجا مصغرا لمجمع الرحمة في مدينة جبوتي مع الرحمة وإلى الطلبة والطالبات وذويهم ونقدم بالشكر بشكل خاص إلى كافة أعضاء هيئة التدريس على الالتزام الشديد أولى العام بنقل أفضل أفضل ما لديهم من علم إلى أبنائنا العزاء راغبين في تنشئة جيل متعلم ويتمكن من أحداث تغيير كبيرة على جميع الأصعدة على مستوى محافظة أبوخ نبقى في منطقة أبوخ مدير مجمع الرحمة في أبوخ السيد حمدي رقب السيد ألقى كلمة في المناسبة استهلها بالترحيب الضيوف على تلبية الدعوة متنولا ما يقدمه المجمع لليتام من رعاية متكاملة تطالى الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والتغذية بهدف بناء الإنسان النافع لنفسه ولدينه ولوطنه ولأمته أيها الضيوف الكرام نرحب بكم أجمل ترحيب في مجمعكم مجمع الرحمة في أبوخ أقول لكم نزلتم أهلا وحللتم سهلا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بتشريفكم لنا وحضوركم حفلنا الذي هو حفلكم وحفل أبنائكم وبناتكم نحن الآن نحتفل بإنهاء العام الدراسي السابع لمجمع الرحمة التنموي في أبوخ فهنيئا لكم وهنيئا لنا بدأنا في عام 2015 واليوم نحتفل في العام 2022 سبع سنوات مرت على افتتاح هذا الصرح العظيم هذا الصرح الكبير مجمع الرحمة التنموي حس الطلاب على التسجيل في هذا القسم هذا القسم تعمل أو أسسة بهدف خدمة أبناء هذا الشعب أن يتعلموا مهنة تعينهم على الحياة في المستقبل أن يتعلموا مهنة تعينهم على كسب الرزق الحلال فهربوا من أولياء الأمور تشجيع أبنائهم الذين فاتوا بقطار التعليم أن يسجلوا لدينا في الورش بحيث نعلمهم مهنة يعني تعينهم على الحياة في المستقبل وأبشركم أيضا أننا إن شاء الله تعالى في بداية العام القادم سنعيد افتتاح ورشة الألمونيوم فالشكر الجزير لدولة جبوتي كلها في مقدمتها فخامة رئيس الكمورية السيد إسماعيل عمر جيلة فباسمي وباسم مجمع الرحمة أتقدم بخالي الشكر والتقدير إلى فخامته وإلى حكومة دولة جبوتي رئيسا ووزارة كما أتقدم بالشكر الوفير إلى سعادة محافظ أبخ الأستاذ عبد الملك لا بد من نسبة الفضل لأهلي وليصحابه وهنا أذكر صاحبة هذا الصرح التي تبرعت ببناء هذا المجمع الكبير السيدة الفاضلة المرحومة عائشة الانتعبد الله أهلي الخال فالشكر الله أتقدم بالشكر لجميع الأخوة العاملين في المجمع إدارة ومعلمين وعمال وعملات على ما يقدمونه في هذا الصرح نعود إلى جبوتي العاصمة وإلى الموضوع الرياضي مديدا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات نظمت نقابة موظفي شركة جبوتي للاتصالات شركة جبوتي تيليكوم بالتعاون مع الإدارة العامة للشركة فعاليات بطولة كرة القدم في المركز الفني الوطني وأقرت مباريات هذه البطولة على مدى يومين حيث ثنافس خلالها فرق عدة تضم أفراد موظفي إدارة شركة جبوتي للاتصالات وترأس الحفلة لهذه البطولة المدير العام لشركة جبوتي تيليكوم السيد محمد عسو بحضور رئيس النقابة ونائب رئيس كاف سيد سليمان حسن وابري وتلقت الفرق المتأهلة إلى النهائيات والفائز تلقت الجوائز وتسلمت الجوائز المكافأة وذلك من قبل مدير العام لشركة جبوتي للاتصالات وشركة جبوتي تيليكوم والمسؤولين المشاركين في هذه المناسبة الرياضية إلى الموضوع الدولي والإفريقي إلى بوركينفاسو عمال الإنقاذ في بوركينفاسو لا يعثرون على ناجين في غرفة المنجمة التي غمرتها المياه قالت الحكومة إن عمال الإنقاذ لم يعثروا على الناجين في غرفة إنقاذ عميقة داخل منجم الزيك غمرته المياه في بوركينفاسو مما يقضي على الأمل في أن ثمانية من عمال المناجم المفقودين لا يزالون على قيد الحياة بعد الشهر غمر المنجم بيريكو المملوك لشركة تريفالي منينكور الكندية ويقع على بعد حوالي 120 كم غرب العاصمة وغاداغ فجأة في 26 أبريل بعد هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير متوقع خلال موسم الجفاف في البلاد كان هناك بعض الأمل خلال عملية البحث والإنقاذ التي استمرت لمدة شهر في أن الرجال المفقودين ربما وصلوا إلى غرفة الإنقاذ المليئة بالطعام والماء والتي تقع على عمق 570 مترا يجتمع أقارب الرجال المفقودين المذهولين كل يوم في الموقع في مقاطعة سانجوي طالبين العزاء من بعدهم البعد بينما يواجهون الانتظار المؤلم للحصول على الأخبار عزيزي المشاهدين بهذا قد وصلنا طبعا إلى نهاية النشرة نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة نلتقي في نشرة إخبارية أخرى في غدا إن شاء الله وحتى ذلك الحين نترككم في رعاة الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة